بسم الله الرحمن الرحيم أنا أوس me shouldて صعيات تخزير ربيب judا دكيق و والنهاردة سنتكلم عن الفيديو مهمّ جدا مشاكل الاكل قبل النوم مباشرة من أكتر الاسفصارات التي تجيني في عملتي ومن أكتر الأسئلة التي تجيني من العملاء هل الاكل قبل النوم خائص ولا بد و الاحسن ناكل قبل النوم بفترة كبيرة ناكل قبل النوم بفترة قد إيه هل الاكل قبل النوم مباشرة في الحقيقة هل الو كانت والنمت finalِ لاials واثني سايزت أدخان الى أخره في هذا الفيديو هنتكلم بالتفصيل عن مشاكل الأكل قبل النوم مباشرة المشكلة الأولى هي ضعف القدرات العقلية وضعف الزاكرة وضعف وظائف العقل مع الوقت معروف أن الأكل خاصة الكربوهيدرات المقررة والسكريات ومنتجات الدي الأبيض إلى آخر هي هذه المنتجات كلها بعد أكلها مباشرة بترفع مستويات الجلوكوز في الدم بترفع مستويات سكر الدم يعني إيه؟ يعني لو أكلنا نفس الأصناف بنفس الكميات أكتر من مرة خلال اليوم بتكون استجابة الجسم وفرز جلوكوز الدم مختلفة في كل توقيت خلال اليوم بيكون مستويات السكر أو مستوى الجلوكوز الذي سيفرز في الدم في المساء أعلى من مستوى السكر في الصباح وده لو كاننا نفس الأكل يعني لو كاننا مثلا بسكوتة الصبح ونفس البسكوتة الضرور نفس البسكوتة العصر والمغرب وليلا وقبل النوم أعلى مستوى تفرزه هذه البسكوتة للسكر في جسمنا هو مساء أو قبل النوم مباشرة وأقل مستوى هو في الصباح وزي ما موجود في المراجع وزي ما موجود في الدراسة اللي قدامنا دي معروف أن هرمون الأنسولين هو المسؤول عن تنظيم مستوى السكر في الدم في الجسم لما يرتفع مستوى السكر بالدم أو مستوى الجلوكوز في الدم بيجي الأنسولين ياخد هذا الجلوكوز ويدخله للخلايا وينظم ارتفاع مستويات الجلوكوز في الدم طيب قبل النوم بيحصل حاجة ظاهرة أو بيحصل إفراز لهرمون النوم اللي هو الميلاتونين من الغدة الصنوبرية في مركز المخ وبيبدأ التواصل مع كل أعضاء الجسم علشان نؤهل هذه الأعضاء لحالة النوم فتبدأ مستقبلات الميلاتونين في البنكرياس تبدأ تعرف أن احنا داخلين في حالة النوم فتوقف عملية إنتاج الأنسولين ولما يتوقف إنتاج الأنسولين وإحنا وقلين وجبة أو أكل بيرفع مستوى السكر في الدم فمستوى الأنسولين قل وبقى مش موجود أو توقف إفرازه في الدم فبالتالي ما فيش حد أو ما فيش حاجة تاخد هذا الجلوكوز العالي وتدخله للخلايا يبقى هنا هيفضل نسبة الجلوكوز في الدم مرتفع وهلنام بهذه النسبة المرتفعة ده طبعا بيؤدي للمجموعة من المشاكل منها الأصابة بأمراض السكر ومنها بيؤدي لتأثر مراكز الزاكرة والتعلم في المخ وفي الصنو اللي طالع قدامنا دي فيها المراكز اللي هتتأثر وطبعا هسيب لكم في صندوق الوصف في هذا الفيديو هسيب لكم الدراسات اللي بتشرح بالتفصيل تأثير هذا زيادة هذا السكر على القدرات العقلية وعمليات التذكر والاستيعاب في العالم طيب المشكلة الثانية هي بطء حر الدهون وصعبة انقاص الوزن معروف ان الدهون في الجسم هي وظيفتها الأساسية هي مداد الجسم بالطاقة في حالة عدم توفر الأكل الجسم مستحيل يسيب الأكل اللي انا باكله بشكل يومي ويرتجه للدهون المتخزينة في جسمي ويبدأ يطلع منها طاقة ده مش هيحصل لازم حالة من حالة الصيام أو حالة من حالات ان الأكل يبقى قليل واقل من الاحتياج اليومي علشان الجسم ياخد طاقة من الدهون لان الدهون معروفة هي مصدر للطاقة في حالة عدم توفر مصادر الطاقة الأخرى فأنا لما أكل قبلك النوم مباشرة وأنا خلال النوم بعمل حالة صيام حوالي مثلا بنام 8 ساعات فبصوم 8 ساعات لو أنا قلت قبل النوم مباشرة يفضلوا فترة 8 ساعات دول كما هم بدون ما يتأثروا لكن لو أنا قلت قبل النوم ب4 ساعات ب6 ساعات لو قلت قبل النوم بساعتين يبقى 8 ساعات بتوع النوم اللي هم 8 ساعات الصيام بقى 10 لو قلت قبل النوم ب4 ساعات يبقى 8 ساعات دول بقى 12 ساعات طيب انا كده عملت نفسي حالة صيام هتخلي الجسم يحرق كمية الدهون لكن لو انا نمت 8 ساعات بس وقالت قبل نوم مباشرة نسبت 8 ساعات او فترة 8 ساعات يهضم الاكل يهضم الاكل يهضم الجسم يستخدم الاكل اللي انا اكلته كما اصدر للطاقة وبالتالي ما يدينيش فترة الصيام الكافية لان هو يسحب من الدهون الداخلية في الجسم كمان حاجة تانية لو انا اخرت معادل الفطار بدلا ما افطر بعد النوم بساعة ما افطرت بعد نوم بساعتين يبقى انا كده زودت ساعتين على فترة الصيام لو بعد الاستيكاث ب4 ساعات يبقى انا زودت 4 ساعات على فترة الصيام بالتالي سمحت الجسم ان هو يستهلك من الطاقة الداخلية ويستهلك من الدهون الداخلية واستخدمها كمصدر للطاقة المشكلة الثالثة كمية الاكل الكبير اكل الليل غالبا بيكون مصحوب بمشاكل نفسية الاء توطر بيكون فيها زادة افراز هرمون التوتر الكورتيزول بالتالي لما يجاكل كمية اكل 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 حد الامتلاء لان هيبقى اكل ناتج عن اكل شرهي او اكل مرضي وناتج عن قلة يعني ناتج ان انا عايز اكله خلاص فبوصل لحد الامتلاء مش حد الشبع ومعروف ان كمية الاكل اللي بتخليني حس بالشبع هي اقل من كمية الاكل اللي بتخليني حس بالامتلاء ومعروف ان انا لما اكل علشان جعان بس بوصل للشبع وببطل اكل وتمام لكن لما بكون باكل وانا هو ايناتج عن مشاكل نفسية او تعب او ارهاك بوصل لحد الامتلاء بالتالي كمية اكبر من السعرات الحرارية وغالبا بكون انا خلصت اكل خلال اليوم خلصت فطاري وغدايا وعشايا وبكون خدت احتياجي من السعرات المطلوبة الجسمي لكن لما باجي اكل بالليل بلاقي نفسي ده بيبقى اكل زيادة عن احتياجي اليومي بالتالي تخزين زيادة لهذا الاكل وتحويل هذا الاكل الى دهون سلوسية تتخزن عميقا في الجسم المشكلة الرابعة ان الاكل قبل النوم بيسبب مشاكل في المعدة ارتجاع المريء وحرق في المعدة او حرقة المعدة وعصر الهضم والحموضة الزايدة في المعدة دي كانت اربع مشاكل من المشاكل اللي بتواجه الشخص اللي بياكل قبل النوم مباشرة ما تقسوش تبصوا عن المصادر هسيب لكم المصادر والتفاصيل في صندوق الوصف في هذا الفيديو كان معكم موسام البدري خاصة التخزين الى دهات الدقيقة اشوفكم على خير في الفيديو القادم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته